هذا حاجز بيت سيرة غرب القدس وهو واحد من عشرات الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل من هذا الحاجز يمر يومياً آلاف الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل بعد تفشي النسخة البريطانية من فيروس كورونا اتخذت تل أبيب عدة إجراءات وقائية منها إغلاق هذه المعابر في وجه العمالة الفلسطينية لكن هذه الإجراءات لم تخفف من وطأة المخاوف الفلسطينية من نقل العمال للنسخة البريطانية لفيروس كورونا إلى الأراضي الفلسطينية عندما قمنا بإجراء الفحصات لمرضى كورونا لمعرفة إذا ما كان هناك تسلل هذه السلالة الجديدة من كورونا إلى فلسطين أو لا تم عمل الفحصات كاملة في كافة أنحاء الضفة وخاصة ضواحل قدس التي ظهر لدينا فيها 17 حالة 17 حالة ليس جميعهم ولكن هناك من خرطوا أنفسهم طبعاً من الحالات بالشكل الأساسي نعم هما من الذين يعملون داخل الخط الأخضر وداخل حدود الفلسطين المحتلة 48 وجلبوا هذه السلالة من الداخل المحتلة هذه الفتحة استلح على تسميتها فلسطينياً بفتحة التهريب منها يدخل العمال الفلسطينيون إلى إسرائيل بتصاريح وبدون تصاريح قوات الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرفة عن هذه الفتحات في المقابل تغلق الحواجز العسكرية أمام من يحملون التصاريح لمنعهم من دخول إسرائيل ما يضاعف المخاوف من نقل عدوى كورونا إلى الأراضي الفلسطينية عبر العمال من الأراضي الفلسطينية خالد القاسم الحدث